يبدو أن هذا اللقاء الذي انعقد في سوتي قبل أيام قد حسم قرار الرئيس التركي بشأن بدء عملية عسكرية جديدة في شمالي سوريا الإعلام الرسمي التركي ضاعف بث التقارير حول ضرورة الشروع في التنفيذ بعد لقاء أردوغان وبوتين الأسبوع الماضي توضحت الكثير من التفاصيل منها أن العملية العسكرية ستنفذ بتأكيد لأن المنطقة بحاجة إلى تطهيرها من الإرهاب حتى يتمكن اللاجئون السوريون من العودة لأراضيهم قبل انتخابات عام 2023 لأن لدى الرأي العام التركي موقف تجاه عودة اللاجئين السوريين والحكومة تعي ذلك لكن أنقرة تظهر سيرها على خيط رفيع بين تحقيق مصالحها والإبقاء على علاقة جيدة مع موسكو التي طلبت أن يراعي التحرك التركي التعاون مع دمشق تركيا تسعى جاهدة إلى التنسيق مع المخابرات السورية لإبعاد قسط ومشتقاتها من المناطق التي تسيطر عليها وهي على عمق 30 كم ولكن هذه لن تكون دبلوماسية كما يدع من أطراف كثيرة سوف تكون عملية عسكرية لابد منها وهذا وزير الدفاع التركي يجدد في أحدث تصريحاته العزم على تنفيذ العملية ربما لم يسبق أن احتاجت العمليات العسكرية التركية تحضيرات وتفاهمات سياسية مع الأطراف الدولية كما هو حاصل حاليا أمر يفسره مراقبون بأن التحرك التركي هذه المرة لن يكون عابرا بل قد يطول أمده محمد المشهر ويسكا نيوز عربية إسطنبول اشتركوا في القناة